نشرة مفصلة للأخبار البداية مع العنوين الولايات المتحدة تسعى لبناء إجماع دولي بعد الهجمات في خليج عمان وبريطانيا تتهم إيران بالهجوم على ناقلتين نفط بعد تحميلها مسؤولية الهجوم في خليج عمان ترامب يجدد رغبته في التفاوض مع إيران في أي وقت تكون جاهزة لذلك إسرائيليون يكتفون عن وصولهم بجوازات سفر إسرائيلية إلى تونس مباشرة من مطار بنغوريون إلى مطار قرطاج إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين في الجمعة الثانية والستين لمسيرات العودة هو الحرية والتغيير السودانية ترفض مساعي المجلس العسكري للتقليل من حجم الجريمة بحق المعتصمين وتطالب بلجنة تحقيق أمامية أفريقية أهلا بكم أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شنهان أن تركيز الولايات المتحدة منصب على السعي لبناء إجماع دولي بعد الهجمات في خليج عمان قال إن هناك مشكلة دولية وليست أمريكية والتركيز الآن بمشاركة مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو هو على بناء هذا الإجماع الدولي حولها مؤكدا أن بلاده جاهز للكشف عن المعلومات الاستخبارية ومشاركتها مشيرا إلى حرص البنتاجون على توفير كل ما تحتاجه القيادة المركزية الأمريكية لإنجاز مهمتها لدينا مشكلة دولية في الشرق الأوسط وليس مشكلة أمريكية أركز بمشاركة مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو على بناء إجماع دولي عقب الهجمات على ناقلات المفتي في الشرق الأوسط حصلنا على دعم لمواصلة نشر وتبادل المعلومات الاستخبارية وسوف نستمر في القيام بذلك كجزء من بناء الإجماع الدولي بريطانيا ألقت باللوم على إيران وحرس الثورة في الهجوم على ناقلتين نفط معتبرة أنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت تبرى الهجوم انتهاكا للأعراف الدولية داعيا إيران إلى وقف كل الأنشطة المزعزة للاستقرار حسب تعبيره وضف في بيان أن هذه الهجمات تجسد نمطا من السلوك الإيراني المزعزة للاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة أعرب رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة واشنطن بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات مضيفا أنه مستعد لذلك حينما تكون إيران مستعدة وأنه ليس مستعجلا ترامب وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اتهم إيران بالهجوم على ناقلتين نفط مؤكدا أنها لا تستطيع إغلاق مديق هرمز لفترة طويلة ولن يسمح بامتلاكها أسلحة نووية أبلغناهم بأقصى التعبير إننا نرغب بدعوتهم إلى طاولة المفاوضات إن كانوا على استعداد لذلك وأنا جاهز إن كانوا جاهزين وفي الوقت نفسه لست في عجلة من أمري عندما وصلت إلى الرئاسة كانت إيران تمتلك الأموال وكل شيء كانوا يفعلون ما يريدون بشكل كامل فكانوا يهددون الجميع وكانوا يهاجمون الدول ويقتلون المواطنين في كل الشرق الأوسط أما الآن فبدأوا الانسحاب بشكل مفاجأ من كل أماكن وجودهم من سوريا واليمن أنا لا أريد أن أذي إيران لكن لديهم القدرة على امتلاك سلاح نووي أكد السيناتور الديمقراطي والمرشح للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي تفويد من الكونغرس من أجل شن حرب على إيران في تصريح لها كدا ساندرز أن أي هجوم أمريكي أحادي الجانب على إيران سيعد تصرفا غير قانوني ومخالفا للدستور الأمريكي وينضم إلينا مدير مكتب الميدين في واشنطن منذر سليمان منذر أهلا بك بداية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبة واشنطن بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضة في المقابل هو يتهم إيران بالهجوم على ناقلتي النفط ماذا عن هذا التضارب؟ هو ملفت أيضا أنه لم يطلق أي تهديد عادة عندما يتم اتهام دولة من قبل الولايات المتحدة أو من قبل ترامب يعقبه بتهديد محدد وأحيانا يكون مبالغ في هذا التهديد الإشارة إلى موضوع التفاوض ثم أيضا حتى البيانة التي صدر عن القيادة المركزية وعن مسؤولين أمريكيين بأنه لا نرغب في الحرب كل هذه المؤشرات تدل على أن لا تزال استراتيجية في واشنطن استراتيجية ممارسة أقصى حدود الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والمعنوي واستغلال أي حوادث مثل ما جرى لموضوع الناقلات في ما اسموه محاولة إيجاد إجماع دولي عندما يقصد بالإجماع الدولي يقصد في إحراج حلفاء طهران كروسيا والصين في الأمم المتحدة وأيضا محاولة منع التقارب الأوروبي الإيراني وبالتالي وجدنا أن بريطانيا أسرعت في إعلان موقف مؤيد للولايات المتحدة واتهاماتها ولكن القصد هو العمل على أوروبا وكنا نلاحظ ولا زلنا الزيارات المتكررة لبومبيو لمسؤولين أمريكيين للحديث مع الأوروبيين لثانيهم عن التعاون مع طهران وخاصة في موضوع البدائل وفي قضايا تتعلق بالغذاء والدواء وإيجاد سبل ومخارج حول موضوع العقوبات وحول المبادلات التبادل المالي لهذه المقابل المالي لها حتى الآن الوضع هو وضع مشحون في المنطقة بالتأكيد ولكن المستفيد منه شركات تأمين الناقلات التي ارتفعت أسعارها بحوالي 10% بسبب هذه وارتفعت أسعار النفط أيضا ولكن من الواضح أن القوى التي تحاول إشعال فتيل الحرب رغم ما جرى حتى الآن لم تنجح في إيصال الأمور إلى حافة الحرب نعم يعني منذر السناتور الديمقراطي والمرشح للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز فأكد أن أي هجوم أمريكي أحدي الجانب على إيران سيعد تصرفا غير قانوني ومخالفا للدستور الأمريكي هل من مساعى يقوم بها بعض أعضاء الكونغرس لإجبار ترامب على العودة إليهم في حال قرر أن يشن هجوم أو يعلن هجوم على إيران هذا الأمر سبق أن بحث مرات كثيرة ودائما في اجتهادات أن الرئيس بموجب الصلاحيات وبموجب الدستور له الحق في استخدام القوة العسكرية تحت ستار وذريعة حماية الأمن القومي الأمريكي وبالتالي بإمكان الرئيس الإقدام على عمل عسكري ليس غزو عسكري ولكن عمل عسكري قد يكون متعدد حجمه محدود بشكل ما ولكنه يحتاج إلى مصادقة الكونغرس فيما بعد إذا كان هناك من تمدد زمني ليكون أكثر من شهرين مثلا لذلك هناك استباق من قبل العناصر داخل الكونغرس من الحزب الديمقراطي وحتى أحيانا من الحزب الجمهوري لنزاعات عدوانية ممكن أو نزاعات لممارسة صلاحيات يعني أكثر مما يتمتع بها الدستور من قبل الرئيس بمحاولة منعه من استخدام القوى العسكرية دون العودة لأنه أحيانا يتم تحت مسمى التفويض الذي كان لمحاربة الإرهاب يقال الذي صدر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أنه مبرر كافي لأقدام الولايات المتحدة أو رئيس الولايات المتحدة على استخدام القوى العسكرية الأمر الأساسي هنا عندما استهدفت القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية مباشرة يستطيع الرئيس أن يبرر أمام الكونغرس أنه لجأ لهذا العمل ولكن طبعا سيتم مساءلته من قبل الكونغرس حتى الآن من الواضح أن هناك قوى داخل الولايات المتحدة وخارجها ترغب في أن تصل الأمور إلى اشتباك مسلح مع إيران ولكن بنفس الوقت هناك الواقع الموضوعي يفرض بأن هذه الحرب يمكن أن تتدحرج بسبب التهديدات من الطرفين وبسبب أيضا الموقف المتشدد والواضح والحازم من قبل طهران لذلك الخطورة تكمن دائما ولكن هناك تحذير دائم من قبل أضاء في الكونغرس ومعسكر المعادل للحرب بداخل الولايات المتحدة يحاولون دائما تطويق الرئيس بالقول له أنك لا تملك تفويضا عليك أن تعود إلينا لأن الكونغرس وحده له صلاحية إعلان الحرب ومسألة استخدام القوى العسكرية هو غير إعلان الحرب يعني في المفهوم القانوني الأمريكي إعلان الحرب مسألة يجب أن تعود للكونغرس ولكن إمكانية استخدام القوى العسكرية بشكل محدود يمكن للرئيس الإقدام عليها من الواضح حتى الآن أن الرئيس لم يصل إلى هذا الأمر وإن كان يلوح به من وقت لآخر مدير مكتب المايدين في واشنطن منذر سليمان شكرا جزيلا لك إيران متهمة بتفجير ناقلات النفط في خليج عمان هذا ما أجمعت عليه صحف محور الحرب من دون أي دليل حسي بسنطرف أهلا بكم إيران مجددا في دائرة اتهام محور الحرب كما درجة العادة عقب كل حادث يقع في منطقة الخليج وتحديدا في نطاق مضيق هرمز ومحيط صحف أمريكية وسعودية وإماراتية وإسرائيلية سارعت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى طهران بلا أي دليل حسي البداية مع صحيفة نيويورك تايمز التي اتهمت حرسة الثورة في إيران بالمسؤولية عن تنفيذ الأعمال التخريبية في الخليج وعنونت بعد توجيه اللوم فيما يتعلق بالهجمات ترامب يواجه خيارات صعبة في مواجهة إيران صحيفة والستريت جورنال بدورها تكلمت بلسان سقور البيت الأبيض وحملت طهران المسؤولية وعنونت بعد الهجمات الإيرانية على الناقلات يبدو أنه كان من الحكمة أن ترسل واشنطن تعزيزات بحرية إلى الخليج وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم كان متطورا وأن الإيرانيين وجهوا رسالة إلى العالم مفادها الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات وإلا فسيكون هناك المزيد من هذه الهجمات لتعطيل شحنات النفط في الخليج أما ديفيد إغناتيوس فكتب في واشنطن بوست قائلا إن بومبيو لم يقدم أدلة قوية فضلا عن نفي إيران لها مضيفا أن هجمات الخميس بدت وقحة لكونها استهدفت إحدى السفن اليابانية فيما كان الشينزو أبي يحمل رسالة من ترامب إلى تهران إلى صحف الخليجية وتحديدا صحيفة الخليج الإماراتية التي عنونت قوى شهر تستهدف ناقلات النفط التي تتعرض لثاني هجوم إرهابي خلال شهر واصف إياه بالمنصق صحيفة البيان الإماراتية أوضحت أهمية بحر عمان كشريان حيوي وقالت إن الهجمات الإرهابية تحمل بصامات إيران في منطقة مهمة جدا لإمدادات العالم من الطاقة أما صحيفة الاتحاد الإماراتية في مقال تحت عنوان يكاد المريب فقد كتبت أصابع الاتهام موجهة إلى إيران وأذرعها الإرهابية المرتبطة بحرس السورة ولسيما أن نفطها ممنوع من التصدير إلى درجة التصفير بموجب العقوبات الأمريكية أما صحيفة الرياض السعودية في مقال عنوانه رعاية الإرهاب أكدت أن المسؤولة عن الهجوم قد يكون جهة إرهابية وراءها دولة رعاها وتقدم إليها التسهيلات وتتوارى خلفها وهذا الاحتمال يقودنا بحسب الصحيفة السعودية إلى إيران مباشرة بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هاتفيا التطورات التي تشهدها المنطقة وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن عبد المهدي أبدى موقف العراق من الأزمة الرهنة وسعيه لتحقيق التهديئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة أكد رئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه نظيره روسي فلاديمير بوتين على هامشي قمة شانجهاي في العاصمة القرقزية بيتشيك أن الوضع في الشرق الأوسط يتطلب تعزيز التعاون بين إيران وروسيا من جهتي أكد بوتين أن الحرب على الإرهاب في سوريا أثمرت نجاحا مشتركا لموسكو وطهران العلاقات بين روسيا وإيران متنوعة للغاية ومتعددة الأوجه اقتصادها واستقرارها في المنطقة وكذلك جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب متنوعة ومتعددة بما في ذلك سوريا رغم فرض المزيد من الضغوط الخارجية والعقوبات الأجنبية أصبح التعاون بين دول المنطقة أكثر أهمية ولسيما في الظروف الحالية الوضع الذي يتكشف في المنطقة يوما بعد يوم يتطلب تفاعلا أقوى بين إيران وروسيا حذر رئيس روسي فلاديمير بوتين من أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي قد يقود نظام الحد من انتشار السلاح النووي جاء ذلك خلال قمة منظمة شانجهاي للتعاون وعلى هامش القمة أكد رئيس الصيني لنظيره الإيراني عزمة بكين على تطوير علاقاتها مع إيران بشكل مضطرد بغض النظر عن تغيير الوضع عباس الصبخ أحداث الخليج وتداعيات المواقف الأمريكية حضرت في مؤتمر منظمة شانجهاي مواقف موسكو وبيكين وطهران خلال المؤتمر كانت موحدة لجهة التداعيات السلبية لخروج واشنطن من الاتفاق النووي الصين ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران على نحو مضطرد بغض النظر عن تغيير الوضع هذا ما أكده الرئيس الصيني شين جينج بينغ لنظيره الإيراني حسن روحاني الذي شدد بدوره على أن العلاقات مع الصين كانت وما زالت استراتيجية وأن الشعب الإيراني يصبح أكثر اتحادا ومقاومة عندما يواجه ضغوطا خارجية الموقفان الصيني والإيراني أعلنا خلال لقاء بين الرئيسين على هامش المؤتمر الذي عقد في العاصمة الغرغيزية بيشكيك روحاني تطرق خلال كلمته في المؤتمر إلى تنصر واشنطن من التزاماتها الدولية ولا سيما بعد انسحابها من الاتفاق النووي التدخل في شؤون الدول الأخرى يسبب وضعا خطيرا للمجتمع الدولي ووضعا يمكن أن يزعز على استقرار والأمن والمصالح لكافة دول العالم إن الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين وعبر استغلالها القضايا الاقتصادية والمالية والعسكرية وإنتاجها سياسة عدائية خلطت كافة الأوراق وأصبحت تهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم أما الرئيس الصيني فلفت إلى أن الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي هو العامل الأساسي لزيادة حدة التوتر في المنطقة الرئيس روسيف لديمير بوتين أكد بدوره أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يزعزع استقرار المنطقة إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يزعزع استقرار المنطقة وقد يقود نظام منع الانتشار النووي إن إحدى أولويات منظمة شانجهاي تبقى محاربة الإرهاب والتطرف ومنع تمويل الإرهابيين وكذلك منع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إليهم إن الهدف الرئيسي هو القضاء على البؤر الإرهابية في سوريا وإدلب على وجه الخصوص أما البيان الختمي لدول منظمة شانجهاي فأكد على محاربة الإرهاب ودعا كافة الأطراف المعنية إلى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنووي الإيراني وبدورها حضرت سوريا في البيان الختمي من خلال التأكيد على وحدتها وعلى الحوار كأساس لحل أزمتها قضية السياح الإسرائيليين الذين زاروا تونس ما زالت تتفاعل في ضوء نفي وزير السياحة التونسي ثم نفي وزارة الداخلية حصول الزيارة لكن ما عرضه السياح على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي كشف الكثير من المسطور تتكشف تباعا بالصور والوثائق خبايا رحلة الوفد الإسرائيلي من تل أبيب إلى قرطاج كيف ومتى تمت الزيارة الزيارة التي أحدثت عصفة انتقادات على المستويين السياسي والشعبي في تونس يصر وزير السياحة التونسي رونيت رابلسي على عدم حصولها ويتمسك كما وزارة الداخلية بنفي دخول أي سائح بجواز سفر إسرائيلي إلى تونس الإثباتات والدلائل على زيف تصريحات ترابلسي لا تقتصر على فيديو للزيارة بثته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية وأعادت بثه الميادين مع ترجمة حرفية بل إن ما عرضه السياح على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف عن الكثير من المستور إلياه موشي أحد الإسرائيليين الذين دخلوا إلى تونس جولة على صفحته على موقع فيسبوك تقطع الشك باليقين يظهر في هذه الصورة جواز سفر إلياه موشي وكأنه تعمد نشرها ومن خلالها يتبين بوضوح أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وأنه دخل تونس في التاسع عشر من شهر أيار مايو الماضي أما الأخطر فهو أن الطائرة التي أقلته بحسب تذكرة السفر توجهت مباشرة من مطار بنغوريون في تل أبيب إلى مطار قرطاج في العاصمة التونسية نظرة أخرى إلى الملف الشخصي تظهر أن هذا المستوطنة هو من سكان عين شمس غربية مدينة القدس وأنه زار تونس أخيرا عبر مطار قرطاج في صفحته أيضا الكثير من الصور الشخصية أحدثها صور عن رحلته الأخيرة إلى تونس أبرزها مع وزير السياحة روني ترابلسي وصور أخرى مع رجال أمن تونسيين إذا كل ما يتكشف تباعا هل يعترف ترابلسي أنه ارتكب خطأا جسيما حين تعاطى مع زيارة الوفد الإسرائيلي باستخفاف وحاول تحريف الأمور والأنظار عما جرى أم أنه سيستمر في سياسة الإنكار ومن تونس ينضم إلينا نائب عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش سيد نعمان أهلا بك بداية هناك الوفود الإسرائيلية تقول بأنها لم تدخل إلى تونس بجوازات سفر إسرائيلية ولكن الميدين حصلت من خلال حساباتهم كما ذكرنا في التقرير على الفيسبوك على صور تؤكد دخولهم من تل أبيب إلى قرطاج كيف تفسر لنا علما بأن هناك إجماع في تونس على رفض التطبيع كيف تفسر دور وزير السياحة اليوم فيما يجري الآن في تونس شكرا والحقيقة هذا التمشي كان منذ فترة بن علي حيث كان الوزير الخارجي الفعلي هو رئيس مكتب العلاقات مع القيامة السهوني في تل أبيب وهذا التمشي أيضا أصبح تقريبا عادة بعد ثورة وكأن بعض القواء الدولية والسفراء استباحت الأرض هذه وأصبحت السيادة الوطنية في تونس مستباحة بشكل أنه يعتبروا أن الدولة التونسية ضعيفة وأقتصادها هشت فيحاولون تمرير أجل ذاتهم من خلال أولا الضغط على الحكومات التونسية من أجل أنه يكون ديما هناك وزير سياحة له شبهات وله علاقة بالكيام السهوني خليني نقول على الأقل شبهات لأنه لم نجد إلى حد الآن أدلة واضحة ولكن من خلال سياساتهم يعني أنا أذكر وزيرة سياحة في حكومة المالي جمعة اللي هي مالكربول وكانت هناك فضيحة بدخول 61 تقريبا إسرائيلي إلى الأراضي التونسية ثم وزيرة السياحة التي تلتها اللي هي سيدة لومي وهذه أيضا لها علاقات وباعتراف من أخوها أنه كانت تزور الكيام السهوني كيف كيف اليوم روني ترابلفي أيضا هناك العديد من التساؤلات حول علاقته بالكيام السهوني وهناك بعض ربما تصريحات قام بها قبل أن يكون وزيرا في هذه الحكومة لأحدى القنوات الإسرائيلية هذا يسوقنا إلى أن هناك خلل وهناك تعمد ربما للمضي قدما في هذه السياسة في تطبيع مع الكيام السهوني نعم يعني وزير السياحة سيد نعمان يصر على أن الوفود لم تزور تونس الوفود الإسرائيلية لم تزور تونس علمان هناك معطيات هناك فيديوهات هناك صور هناك باسبورات ظهرت من قبل هذه الوفود سنرى هذا الإسرار من خلال جلسة عامة سندعو على الأقل كتل المعارضة سندعو إلى جلسة عامة لمسائلة هذا الوزير طبعا بحضور أيضا وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية من أجل تقييم ومن أجل مسائلتهم حول هذا الخلل وهذه السياسة التي يفضها أغلب الشعب التونسي إذا كان كل شعب التونسي ونعتبر أنه فرصة نحن لان على بواب انتخابات تجريعية ولا رئاسية ولا بد أنه كل يتحمل مسؤوليته طبعا يصف الشاهد ورئيس الحكومة وهو أيضا يتحمل المسؤولية نعم يعني كل ما قامت به القناة الميدين اليوم هو نقل وترجمت ما قامت به وأعلنته وعرضته التلفزيونات الإسرائيلية حول ما يجري الآن في تونس من موضوع زيارة الوفد هناك ردة فاعل قوية من قبل وزير السياحة كيف تترجم هذه الردة الفاعل أولا خلينا نعبر على تضامني مع قناة الميدين في كشفها للمغطور وفي كشفها للحقيقة التي يريد هذا الوزير أن يخفيها ولكن للأسف وسائل التواصل الاجتماعي كشفته أيضا وخلينا نقوله معناه اليوم أصبح عصر الشفافية وعصر الاتصالات يعني لا يمكن لمثل هذا الوزير أن يكذب مثل هذه الأكاذيب ويريد من الشعب التونسي ومن الممثلي الشعب التونسي في البرلمان أن يصدقوا مثل هذه الأكاذيب أعتقادي أنه هو تورط بمثل هذه الممارسات ويبدو أنه استغلوا هذه التظاهرة تظاهرة حج الغريبة التي هي معناتها عندها بعض ديني بالأساس كمدخل للتطبيع مع الكيان الصيوني نعم هل هناك من مواقف معينة للشعب التونسي للشارع التونسي في تحرك معين تجاه ما يجري الآن تجاه هذه الوفود وهذه المعلومات التي تنقلها التلفزيونات الإسرائيلية وأيضا لحزب التيار الديمقراطي بطبيعة الحال أغلب الأحزاب الوطنية قامت ببيانات لشجب هذا التصرف وهذا السلوب وخاصة معناها زيارة الوفد الكيان الصيوني إلى منزل الشهيد أبو الشهاد فيه معناها تعدي على السيادة الوطنية لتونس لأنه نعرف مثل هذه الواقعة معناها صارت على أراضينا وصارت معناها سالت فيها دماء معناها تونسية مع دماء فلسطينية واختلط الدم بالدم ومرة أخرى معناها كان موقف يعني يعبر على تضامن مع القضية الفلسطينية ولا يمكن بمثل هذه الممارسات أنه معناها تمس القضية الفلسطينية أو أن تنسى وتمحى من ذاكرة كل مواطن عربي أعتقد مش حتى كان تنسي فقط نعم يعني سيد نعمان إذا كل ما يتكشف تباعا هل فعلا سيعترف ترابوسيا أنه ارتكب خطأ جسيما في طريقة تعاطيه مع زيارة الوفد والاستخفاف في هذه القضية سنرى ذلك في البرلمان أعتقد أنه من واجب المعارضة اليوم ومن واجب كل برلماني شريف أن يساهم في ضغط من أجل تنظيم جلسة مسائلة كما قلت لوزير السياحة ووزير الداخلية ووزير السلول الخارجية من أجل الوقوف على مثل هذه الممارسات التي كما قلت مرفوضة من شعب تونسي عامة نعم نائب عن حزب التيار الديمقراطي في تونس السيد نعمان العش كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك أكد الأمن العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بو علي المباركي في حديث للميادين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل أي محاولة للتطبيع مع إسرائيل تصديه لها بقوة وأضف أن قناة الميادين تتعرض للتشويه لأنها تقوم بدورها العربي والوطني ضد التطبيع مع الاحتلال ألم باركي طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة كل المسؤولين عن التطبيع مع إسرائيل واصفا زيارة وفود إسرائيلية إلى تونس بأنها خيانة عظمى وشكل جديد من أشكال العدوان على تونس تتحمل الدولة التونسية والحكومة التونسية أساسا ما نتشرى وماذا وقع تعرض له تونس له عدوان جديد هذا حقيقة الأمر بعد الاغتيالات بعد العدوان الجوي بعد اغتيال الزواري بعد اغتيال أبو جهاد بعد اغتيال أبو إير كل القيادات التي تعرضت إلى هنا هي شكل من أشكال العدوان على تونس أكد عضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لحرية الصحافة زهير مخلوف أن القضاء سيحاسب السلطة الحالية على جريمة التطبيع مخلوف أشار للميدين إلى خروج تظاهرات غدا في مدن تونسية عديدة رفضا للتطبيع هناك مسيرة حافلة ضد ما مارسه أو ما مرسته السلطة التونسية من مخاتلة الرأي العام وضد هذا الشكل المرن من أشكال التطبيع هناك مسيرة الرابعة والنصف أمام المسرح البلدي في الطريق الرئيسي في تونس العاصمة وفي بنزرد وفي أكثر من محافظة في بلادنا لنرسل لرسالة للإسرائيلي لن تستطيعوا على تونس لن تستطيعوا على الشعب التونسي قد تمررون بعض الرسال وبعض التطمينات للسلطة السياسية هذه السلطة التي خرقت الدستور وخرقت القوانين سنقاضيها سنحاكمها وسنحاكمها من خلال القضاء التونسي أكد النائب في البرلمان التونسي عن كتلة الولاء للوطن عدنان الحاجي أن وزير السياحة لينجح في إقناع الرأي العام التونسي بأن قناة الميادين حرفت تقرير القناة الإسرائيلية وفي حديث للميادين لفت الحاجي إلى أن النظام التونسي أصبح منخرطا رسميا مع النظام الرسمي العربي في سياسة التطبيع مع إسرائيل طبعا قناة الميادين لا يرتقي الشك لأنها قناة وطنية قناة ضد التطبيع قناة مناهضة للصهيونية والإمبريالية والاستعمار بصورة عامة ولكن هذه دائما محاولات لفت الأنظار أو انخراف بالاهتمام نحو مشاكل أخرى وهذه تعودنا عليها بالنسبة للحكومة التونسية ووزارها فهذه محاولة بأسة ويأسة لأعتقد أنه سينجح روني ترابلسي في أنه يقنع الرأي العام ويقنع التوانسة معناها بصورة عامة بهذا وقد طالبنا بإدراج بند ضمن الدستور البلاد أو قانون على الأقل معناها يمنع التطبيع مع الكيان السهوين ويجرمه ولكن للأسف الشديد معناها الأتلاف الحاكم بأحزابه يرفض هذا الموقف فصل قصير ونعود أهلا بكم الجديد أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين في قمع الاحتلال المشاركين في الجمعة الثانية والستين لمسيرات العودة والتي حملت شعار لا لضم ضفة أحمد شلدان والتفاصيل رفض صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية رسائل حملتها هذه الجماهير التي خرجت أيضا تعبيرا عن رفضها تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بشأن ضم الضفة إلى إسرائيل مؤكدين أن فلسطين واحدة لا تتجزأ لا كلام ترامب يمشي علينا ولا نتنياهو الضفة والقدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة فلسطين واحدة مش تنتين لن تتجزأ ولن واحد يجبرنا أن يخذها منها إما حيات تسر الصديق وإما ممات يقيد العداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة جددت رفضها تصريحات فريدمان واعتبرتها تماهيا مع المحتل وأكدت على وحدة الأرض الفلسطينية كما دعت الدول العربية إلى عدم المشاركة في مؤتمر البحرين وشددت رفضها كل مخرجاته فضلا عن رفضها المساومة على الأرض والثوابت الفلسطينية نؤكد يوم على وحدة الأرض الفلسطينية وحدة شعب الفلسطيني وأن صفقة القرن إلى زوال ونحن ندين هذه التصريحات العنصرية لهذا المستوطن الصهيوني فريدمان الذي يمثل انحيازا كاملا من الإدارة الأمريكية تصريحات فريدمان نسخة أخرى مكملة لوعد بيلفور ولهذا سنقاوم كل هذه السياسة بكافة الأشكال والأدوات ولا يمكن أن نسمح بهذا العدوان الهيئة دانت التصعيد الإسرائيلي على غزة مؤكدة أنه محاولة يائسة للالتفاف على تفاهمات التهدية وشددت دعمها للأسرى في خطواتهم النضالية المقبلة ودعت الجماهير إلى المشاركة في يوم الجمعة المقبلة تحت شعار الأرض وشل البيع وحدة الجغرافيا والمصير المشترك رسالة تصر هذه الجماهير على إيصالها عبر هذا الحراك الشعبي المتواصل في وجه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية الرامية لتطبيق صفقة القرن ويؤكدون ضرورة مواجهتها عبر الوحدة والمقاومة أحمد غنم غزة الميادين طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بتشكيل لجنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتحقيق في مجزرة فضل الاعتصام في الخرطوم بعد اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عنها في بيانها رفضت القوى مساعي المجلس العسكري للتقليل من حجم الجريمة التي ارتقبت بحق المعتصمين واعتبرتها محاولات بائسة البيان أضافنا قوى الحرية والتغيير تؤكد تمسكها بسلمية الثورة بالاستناد إلى قوة الشعب السوداني وإرادته أعلنت نيابة العامة السودانية أنها وجهت تهما بالفساد ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بعد استكمالها التحريات المرفوعة في حقه تزامن ذلك مع أقرار المجلس العسكري بأنه أمر بفضل اعتصام الخرطوم مريم عثمان لا خيارات كثيرة للتفاوض بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة كل من الطرفين استنفذ كل أوراقه الضغطة في سبيل تحقيق مطالبه فلا إجراء أكثر تصعيدا من العصيان المدني الذي تراجعت عنه المعارضة والأخطوات أوسعة من مجزرة فضل اعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وإقرار المجلس العسكري ببقوع عشرات القتلى نتيجة بعض الأخطاء والانحرافات من ضباط وجمود هناك انحرافات في خطة القيادات العسكرية التي وضعتها وكانت هناك تجاوزات وحدث ما حدث نحن نرى أن تتم الدعوة إلى التفاوض خلال 24 ساعة الوسطة الإثيوبية أعادت المفاوضات بين الطرف العسكري والآخر المدني إلى النقطة الصفر إلا أنها فشلت في إقناع المجلس العسكري بنقل المفاوضات إلى خارج السودان بعد اتهامه بعض الأحزاب في قوى إعلان الحرية والتغيير بأنها تتفاوض علنا داخل القاعات وتخطط في الخفة لانقلاب عسكري اتهامات المجلس العسكري أعادت قوى المعارضة إلى النقطة الصفر أيضا فاتهامها بمحاولة الانقلاب ليس جديدا على مسمعها بل إنها واجهت هذا الاتهام لسنوات على لسان الرئيس المخلوع عمر البشير الذي تذرع بإحباطه مرارا محاولات انقلاب ضده لإخفاء قضايا فساد نظامه المستشري قضايا ما لبثت أن لاحقته حتى بعد تنحيه عن السلطة رفع المتظاهرون في الجزائر شعرات تثني على المؤسسة العسكرية والقضاء في الحملة على الفساد التي أودعت وزراء سابقين ورئيس الحكومتين السجن المؤقد وشهدت شوارع العاصمة حشودا من المواطنين الذين طالبوا القضاء بمواصلة حربه ضد الفساد أسام عبد النور لا تشبه هذه الجمعة سابقاتها من جمع الحراق الشعبي في الجزائر إنها شموعة الاحتفاء بالانتصار انتصار الشعبي على الإصابة المفسدة عنوين عكستها معضب اللافتات المرفوعة التي تدعو المؤسسة العسكرية والقضاء الجزائري إلى مواصلة حملة التطهير والمحاسبة فرحانين أولا لأنه تحقق حلم حلم ويحية لكان يقل بالشعب رو فرحان أغلط في التاريخ تكلم هذا كل وقت عنده أسابيع التاريخ اللي فرح فيه الشاب هو تاريخ 12 جوال فيه 19 الحمد لله وجوده وراء القضبان هي بداية للفرح بداية للفرج ولكن هذا لا يكفي احنا ما نش نبكي وعد راهم احنا هذا النظام الدولنا دينا كاراما نتعنا دينا كاراما نتعنا سرقنا المواطنا نتعنا واللينا احنا يردونا ما نحبوش البلاد بس صح احنا لي نحبو البلاد نوجه ندائي للشعب الجزائري بكافة قتل الوطن سلمية سلمية ويحيى القائد صالح والجيش الوطني الشعبي ويحيى الشعب سقوط الحيتان الكبيرة كما يسميها الحراكو لم تنسي المتظاهرين مطلب رحيل بقايا النظام من مواقع المسؤولية هم يعتبرون الخطوة الشرطا اساسيا لنجاح انتخابات حرة ولزيهة من دون المرور الى مرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر على امن البلادي ووحدة الشعب سرقونا الجزائر عشرين سنة وعادة الجزائري الجزائريين يتحز وقع ويتنحى وقع الفاسة الاكبر وهذا مثال مثال ينطلق من الجزائر الى العالم كله دايا الجزائر دايا الجزائر جموع المتظاهرين تتطلع الى تظهير الساحة السياسية من بقايا النظام لتصبح ارضيتها مهيئة لحوار وطني جامع يوحد مطرحات الخروج من الازمة في الجمعة السابعة عشرة الحراك الشعبي يحتفي بقطف الثمار ويدعو لمواصلتها الحصاد حصاد عنوانه يحلو قاع الشعار الذي يريد به الجزائريون التغيير الجدري سمع عبد النون العاصمة الجزائرية الميادين والان الى العنوين الولايات المتحدة تسعى لبناء اجماع دولي بعض الهجمات في خليج عمان وبريطانيا تتهم ايران بالهجوم على ناقلتين نفط بعد تحميلها مسؤولية الهجوم في خليج عمان ترامب يجدد رغبته في التفاوض مع ايران في اي وقت تكون جاهزة لذلك اسرائيليون يكشفون عن وصولهم بجوازات سفر اسرائيلية الى تونس مباشرة من مطار بنغوريون الى مطار قرطاج اصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على المشاركين في الجمعة الثانية وستين لمسيرات العودة قوى الحرية والتغيير السودانية ترفض مساعي المجلس العسكري للتقليل من حجم الجريمة بحق المعتصمين وتطالب بلجنة تحقيق أممية أفريقية المزيد من الاخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميدين دوت نت وباللغة الاسبانية اسبانول دوت الميدين دوت نت ختم النشرة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر